اشتركوا في القناة فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه ولكن أمر الصحابة بأن يخالف ما عليه اليهود فلا يقتصر على صيام يوم عاشورا فقط وإنما يصوم يوما قبله أو يوما بعده وفي رواية أن يصوم يوما قبله ويوما بعده وهذه وردت في رواياته وكان فيها ضعف لكن الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع فالنبي صلى الله عليه وسلم توفي قبل أن يصوم التاسع فدل هذا على أن الأكمل والأفضل هو أن يصوم الإنسان مع العاشر مع عاشورا اليوم التاسع ترجمة نانسي قنقر